قرابة خمسين ألف مسؤول وإطار سامي جزائري حاصلون على الجنسية الفرنسية خسب ما كشفه موقع مغرب انتليجنس الذي نقل عن مصادر من وزارة الداخلية الفرنسية أن هؤلاء هم شخصيات كان لها نفوذ كبير في النظام الجزائري بل حتى أنها كانت من أصحاب القرارة القادة السابقون الذين تم تجنيسهم يمتلكون جميعهم تقريبا حسابات عقرية ومصرفية وقاموا باستثمارات في فرنسا بينما قام آخرون بإعادة بناء حياتهم أو انضموا إلى العيش رفقة أوصرهم في فرنسا ورغم أن الجزائر أصدرت في 2016 قانونا يحدد الوظائف العليا في الدولة التي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها إلا أن هذه المعطيات تظهر خجم التجاوزات القانونية من قبل بعض المسؤولين لأسيما الوزراء مما يؤكد بعض المعلومات التي تم تداولها سابقا بأن وزراء أفلتوا من مقصرة هذا القانون وبقوا في الحكومة رغم كونهم مزدوجية الجنسية هذه المعلومات تضع الدولة الجزائرية أمام مسؤولية مراقبة إطاراتها كونهم يملكون أسرار دولة بأكملها كما أن ارتماءهم في أحضان دولة ليست كغيرها بحكم العلاقات التاريخية المأساوية يجعلهم رهائنة لدى هذه الدولة